مشاهدين الساعة الوقت تمانية مع عدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالا تفضل يا هالا شكرا مننا الثامن صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع موريتانيا في مختلف المجالات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم ويلد مرزوق صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه رئيس موريتانيا محمد ويلد الغزواني تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبيرة لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقي هذا وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية في إطار جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني عقدت جلسة لجنة السياحة بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وأكد المشاركون أن قطاع السياحة يستطيع إعادة الاقتصاد الوطني إلى مكانته مشددين على أهمية الخريطة السياحية وتطويرها وإجراء مسح شامل للأماكن السياحية القادرة على الجذب السياحي يشارك وزير الخارجية سامح شكر اليوم في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة فضلا عن مشاركة الوزير شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة وفي بيان للخارجية أكد أن ذلك يأتي خلال زيارة الشكر الحالية إلى جدة على هامش المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم بالمملكة العربية السعودية أعلنت القيادة العامة للجيش السوداني أن الموقف العمليتي مستقر بعموم البلاد عدى أجزاء من العاصمة الخرطوم وفي بيان أعلن الجيش السوداني أنه وجه ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركز قوات الدعم السريع نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات وأوضح البيان أن قوات الجيش دمرت أربع عربات مسلحة واستولات أعلى ست فضلا عن إلقاء القبض على ستين شخصا من عناصر الدعم السريع في شمال أم درمان أعلنت أوكرانيا أنها استعادت من القوات الروسية عشرين كيلو مترا مربعا في محيط بخموت حيث تدور معارك منذ أشهر وحيث تواجه موسكو صعوبات جاء ذلك بعدما طلقت كييف دعما من لندن إذ حصلت على مقاتلات F-16 التي تطالب بها منذ أشهر لتعزيز قدرتها على صد روسيا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخلف عن سداد الديون ليس خيارا موضحا أنه ينظر بتفاؤل على أفق حل مشكلة الدين العام الأمريكي معتقدا أن هناك الكثير من العمل على العديد من القضايا الصعبة في هذا المجال وأكد بايدن أنه من المخيب للآمال أن يرفض الجمهوري رفع حجم الإيرادات أسفر هجوم مسلح استهدف موكبا أمريكيا في جنوب شرق نيجيريا عن سقوط أربع قتلى وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض وقال المتحدث باسم الشرطة أن الموكب لم يضم أي مواطن أمريكي مشيرا إلى أن المسلحين قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية قبل أن يحرقوا سيارتهم ورياضيا تأهل إنتر ميلان إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تكرار فوزه على غريمه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانسيرو في ديربي مدينة ميلانو في إياب الدور النصف النهائي للمسابقة القارية وكان إنتر قد فاز على ميلان بهدفين دون رد في لقاء الذهاب الذي جمعهما على نفس الملعب الأسبوع الماضي ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا انتهى موجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل